بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة في المرسلين أما بعد صحة طور مشاهدي قناة بيسن والكرة الأعزاء في رابع أيام الشهر الفضيل قبل أن أبدأ الفيديو لابد من الإشارة إلى أن تسجيل الحلقة وكتابة محتوها تم قبل الفطور لا أعلم إن كانت القائمة قد نزلت أم لا لكن حديثي عن المنتقى في عدد اليوم على اعتبار أن القائمة لن تنزل لغاية نزول العدد أرجو التفاهم بسبب غيابه عن تشكيلة فريقه التي واجهت نادي في نارباتشي اليوم في مسابقة دور المؤتمر الأوروبي وغيابه أيضا عن تشكيلة فريقه التي ستواجه نادي أنتوار بيوم الأحد ضمن آخر جوالات الدور البلجيكي استغل لاعب الخضر محمد الأمين عمورة الأمر وقرر التنقل مبكرا للجزائر عمورة متواجد في مسقط رأسه جيجل منذ يوم أمس أو حتى أول أمس حيث استغل الأمر وقرر سيان بعض أيام الشهر الفضيل مع عائلته في مسقط رأسه على أن يتواجد منذ يوم الاثنين المقبل في سيدي موسى لبداية تربوس الخضر نست أن أشير إلى أن غياب عمورة عن آخر لقاء لفريقه يعود للعقوبة بسبب طلاقه إنذارات أبعدته آليا يبدو أن معاناة الدول الجزائرية رامي بن سبعيني ستستمر لغاية الموسم المقبل إن هو قرر البقاء تقارير ألمانية كشفت أن الظاهر العصر الجديد في النادي ومن أجلس رامي على الدكة إيان ماتسم لا يخطط البتة للعودة لناديه الأصلي تشيلسي ويفضل البقاء في دورتموند للموسم المقبل لأنه وجد راحته وصار أساسيا كما قال بقائيا ماتسم سيعني بصورة أكيد ضرورة رحيل الجزائري بن سبعيني الذي غاب بشكل كله وكامل عن كل لقاءات فريقه في كل المسابقات وكان آخرها لقاء بي أس في إندوفان والذي أقيم سارة أمس وضعية الجزائري مزرية وكان مطالبا بالرحيل أساسا لكن مع رغبة الهولندي في البقاء في دورتموند رحيل بن سبعيني بات حتمي للإشارة إياً ماتسم معار فقط من تشيلسي لدورتموند لكن مع حقية الشراء بـ 35 مليون أورو كثير من التقارير الألمانية قالت أن المبلغ ضخم وإدارة دورتموند لن تدفعه لكن مع مستوياته الكبيرة النادي قد يدفعه لأنه لا يعلم جيدا أنه ربما يبيع ماتسم مستقبلا برقم أكبر وكل ما يحدث ليس في صالح رامي بن سبعيني ظهر الدولي الجزائري أدم الناس أخيرا في تدريبات فريقه ليل الموقع الرسمي لنادي ليل ومن ضمن الصور التي نشرها عن الحصة التدريبية لعشيد أمس الأربعاء نشر أيضا هذه الصور لأدم كثير من التقارير قالت أن الأمر يعني عودة الجزائري للتدريبات لكن الحقيقة أن آدم عمل فقط على انفراد ولم ينتظم بشكل كامل مع المجموعة على العموم عملوا الناس على انفراد أيضا خبر جيد ويوحي بأنه تخلص من آلام ربلة الساقة التي تعرض لها قبل أسبوعين من الآن متبقي الآن أن نعرف ما إذا كان سيندمج بشكل كامل في تدريبات فريقه يوم غد الجمعة أو بعد غد السبت أم لا وإن اندمج هل سيكون ذلك كافيا لتواجده مع فريقه في لقاء بريست وأيضا كافيا لتواجده مع الخضر ننتظر ونرى وإذا كانوا الناس قد عاد فإن زميله في المنتخب ومواطنه هشام بوداوي قد غاب بوداوي الذي استدعي للقاء باريسان جرما الذي أقيم صهرت أمس غاب وبشكل مفاجئ عن ورقة اللقاء الموقع الرسمي لنادي نيس ولغاية صباح اليوم الخميس لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لسبب الغيابة لكن تقارير مقربة من النادي قالت أن السبب هو الإصابة ذات التقارير قالت أنه الناس عانى من ألام على مستوى الركبة أو بوداوي عفوا لكن من دون أن تشير أيضا لأي تفاصيل وهل الإصابة خطيرة أم خفيفة وهل ستبعده لفترة أم أنه سيكون حاضرا في اللقاء المقبل في الدورة وهي أمور كلها ستتضح غدا الجمعة مع الندوة الصحفي التي سيعقدها المدر فاريولي على العموم بوداوي لا يتمنى بدون أدنى الشك أن يصاب في هذا الوقت لأن الأمر سيعني غيابه عن تربص الخضر المقبل وهو أمر لا يريده بتاتا حيث يصر على التواجد في أول اجتماع مع المدرب بيتكوفيتش علّه يحسن وضعه على ما كان عليه مع الناخب الوطن السابق جمال بالماضي قبل الانتقال لأخبار المنتخب نشير إلى هذا الخبر والذي يمكن أن يعني الجزائر بشكل غير مباشر حيث أعلن مدرب أمال فرنسا تيريوري عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص مارس الحالي ولقائيه الوديين ضد الكوديفور والولايات المتحدة البارس في القائمة والذي صنع الحدث بقوة في الإعلام الفرنسي اليوم هو غياب الجزائر الأصل ولعب ليون ورايان شرقي تيريوري وفي تعليقه على إقصاء اسم شرقي قال أن وضعه في ناديه لا يساعده وأن هناك لاعبين أجهز منه الحديث بمثل هذه الطريقة وفي هذا الوقت قد يعني غياب رايان شرقي عن الأولمبياد فبدون شك وضعه لن يتحسن كثيرا في اليوم لأنه خارج حسابات مدربة ابعد رايان شرقي عن الأولمبياد سيكون ضربة قوية له وربما يجعله يسرع في اتخاذ قراره الدولي فكما هو معلوم الكل ينتظر نهاية الأولمبياد ليرى قرار شرقي بخصوص المنتقب الذي سيلعب له وضعه حاليا لا يؤهله البتة للعب مع فرنسا وبدون شك لن ينتظر كثيرا ليختار الجزائر مع الإشارة إلى أن كثير من المصادر قالت سابقا أنه قريب من الجزائر وأنه يرى نفسه في المنتقب بعد الأولمبياد أسوة بما فعله زميله السابق أمين غويدي ننتظر ونرى نبدأ أخبار المنتقب ببعض الأخبار المصربة عن القائمة المقبلة للخضر وبالخبار الأهم الذي انتشر منذ صهرت أمس وهو الغياب المحتمل لقائد الخضر والنادي الأهل السعودي رياض محرز عن تربص الخضر المقبل الذي سينطلق بعد خمسة أيام من الآن الكثير من المصادر المتطابقة أكدت أن رياض لن يكون حاضر رياض محرز وبحسب نفس المصادر اتصل برئيس الفاف وليد صادي وأيضا بالمدارب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش وطلب منهما إعفاءه من التربص المقبل للخضر محرز تحجج بالتعب وبالجانب النفس أيضا بدون شك وهو الذي يتواجد في تربص الخضر منذ عشر سنوات بيتكوفيتش بحسب نفس المصادر يكون قد تفهم قائد المنتخب وسمح له بالغياب على أن تكون عودته في التربص المقبل شهر جوان ولو أن حديثه مع رئيس الفاف وأيضا مع بيتكوفيتش يمكن أن يكون مكان قدومه أصلا لأن الهدف من التربص المقبل هو فقط الحديث بين المدرب واللاعبين التربص المقبل واللقاءات الوديلة ستكون فقط للتجريب ومحرز ليس اللاعب الذي يجرب على العموم شاهدت هجوما عنيفا على محرز في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هذا الخبر وكثير منهم قال أنه يشبه ما قام به الديلور فلماذا لا يهاجم مثل ما هو جملاعب نيس والبعض الآخر يقول أن محرز يجب أن يطرد من المنتخب لأنه دائما ما يطلب الإعفاء وكأنه يضع نفسه فوق الخضر أولا ولغاية تسجيل الحلقة لسنا متأكدين ما إذا كان محرز سيحضر أم سيغيب وحتى وإن كان سيغيب لا نعرف ما إذا كان سيغيب لفترة طويلة ويعود فقط مع نهاية الكان المقبل كما يقول البعض أو أنه سيغيب فقط عن التربص المقبل ولهذا يجب أن ننتظر ندوة المدربة ونرى ما سيقوله عن محرز لا أفهم صراحة الاندفاع في نقد اللاعب ونحن فقط نتحدث عن شائعات على العموم ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يطلب فيها محرز إعفاءه من تربص الخضر فقد فعل ذلك سابقا وفي أهلك ظروف وكلنا يتذكر إعفاءه من تربص الخضر الذي يسبق كان الكاميرون قبل عامين من الآن لذلك لا يجب أن نخلق سوء زوبعة من دون سبب بخصوص باقي المجموعة كشفت كثير من المصادر أيضا أن ثناء صوفيان فيغولي ورئيس وهب بولحي قد تم إقصاء أسمائهم من قائمة الخضر المقبلة صوفيان فيغولي ورئيس بولحي إذن لن يكون حاضرين في التربص المقبل لكن لا يعلم إن كان سيعدان لاحقا أم لا خاصة أن حلمهما معا هو لعب المونديال الأخبار الصادرة اليوم الخميس تقول أن بيتكوفيتش قررت تخلي عنهما بشكل نهائي نظرا لتقدم سنهما وأيضا تراجع مستواهما بشكل كبير فلو كان يقدمان مستوى كبير فلا ربما تغاضى عن سنهما لكن العاملين معا سيقفان دون حضورهما ويدفعان للاعتزال دولي آل ما يبدو للإشارة أمر بولحي سيكون أربعين سنة وفي قولي سبعة وثلاثين سنة عند الوصول للمونديال لاعب ثالث يقال أنه أبعد من تربص الخضر المقبل وهو إسلام سليماني بخصوص سليماني الأمر يختلف عن الثناء السابق الذكر في قولي وانبولحي إسلام ربما يعود لاحقا بالرغم من أن سنه متقدم وأيضا بالرغم من أنه أكبر حتى من في قولي لا أعلم صراحة لماذا استثني سليماني وقد تمنح له فرصة مقبلة لكن كتخمين فقط منصبه قد يكون في صالحه المنتخب الوطني يعاني كثيرا في منصب قلب الهجوم عكس الحراسة والوسط لذلك سيكون مستقبل سليماني معلقا بوجود لاعب أحسن منه وإلا فإنه سيعود بخصوص بليلي وبنسبة 99.99% سيكون حاضرا في ترابوس المقبل للخضر بليلي متواجد بكل تأكيد في القائمة المؤسعة وبيتكوفيتش لا يريد أن يطلق أحكامه عليه قبل أن يراه ويقف على مستوياته البدنية خاصة لأن لا خلاف على مستوى بليلي فني أمر واحد فقط قد يقف عائقا أمام تواجد بليلي وهو العقوبة التي تعرض لها ولو أنه بنسبة كبيرة لن تكون عائقا لأنها ستخفف خاصة أن اللاعب اعتذر وأكد أنه مخطئ وهو أمر رأت لجنة العقوبات ورأى بيتكوفيتش أنه عمل يؤكد نية اللاعب الحسن ولذلك سيتم ضموحة بخصوص جديد القائمة الآن ورغم أن إبراهيمي صرح بشكل جانبي لأحد المناصرين الجزائريين بعد نهاية آخر لقاء لفريقه الغرفة في الدور القطري أنه لم يتلقى أي دعوة من الفاف وأنه لن يكون حاضرا في تربص المقبل للخضر إلا أنه بنسبة كبيرة جدا سيكون حاضر إبراهيمي تلقى فعلا دعوته للتواجد في القائمة الموسى الآن ننتظر ما إذا كان سيحضرون في القائمة نهيئة أم لا الأمر متوقف بداية على عدد اللاعبين الذين سيحضرون والأمر الثاني على مركزه في الجناح ولو أن غياب الناس ومحرز قد يفتحان الباب مشرعا لا لأجل العودة على العموم ليس لعلينا سوى انتظار ساعة قليلة للتأكد من صحة قبر سدعى أبراهيمي من عدمه بخصوص الجدد أيضا لكن للأسماء الشابة وكما تمت الإشارة إليه كثيرا عبر القناة في أعداد سابقة منصف بكرار رفق قايتان أحمد قندوسي وأنيس حاج موسى سيكونون حاضرين بنسبة كبيرة جدا في القائمة النهائية بيت كوفيتش يريد تدعيمات جديدة ويبدو أنه سيبدأ بالرباعي تواجد أسماء أخرى ممكن أيضا على العموم ننتظر القائمة ونرى والتي ربما تكون قد نزلت وقت نزول الحلقة اليوم أو ربما تنزل إن شاء الله يوم غد الجمعة نازلنا منذ أحد بالماضي لا نعرف متى تاريخ نزول القائمة ويبدو أن الأمر مستمر مع المدرب الجديد إلى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة